اشتركوا في القناة الواحد والثلاثون من اغسطس من العام 2021 وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية الوساطة المالية وبامكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الروابط الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء نبتدئ فقرة التحليل الفني ونذكر اولا باهم البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال اليوم ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة جدا على اليورو وهي معدل التغير في البطالة الالمانية ومؤشر اسعار المستهلكين ومن ثم سوف يكون لدينا خبر مهم على الدولار الكندي وهو الناتج الاجمالي المحلي وتختتم البيانات لهذا اليوم بخبر وحيد على الدولار الامريكي وهو مؤشر ثقة المستهلك اذا اخواني العزاء نبتدئ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار انديكس ونلاحظ اخواني العزاء ان مؤشر الدولار يعود للجلسة الثانية على التوالي للتداول بالقرب من منطقة الدعم المحورية وبالقرب من نقطة البايفيت ونقطة المحور نقطة تحول الاتجاه وهي 92.500 والذي بدوره مؤشر الدولار الامريكي اذا كسر هذا الدعم وبدأ بالتداولات دون مستوى 92.500 سوف نشاهد عودة الدولار بشكل رسمي الى النفق المظلم ومرحلة الضعف الذي قد تهوي به الى مستويات 92 وما دون مستويات 92 وقد نشاهد ضعف كبير للدولار الامريكي خلال الفترة القادمة اما اذا نجح بالتماسك والارتداد من مستوى 92.500 سوف يتجنب هذا الهبوط وقد نشاهد محاولات لاستيناف المسار الصاعد وبناء على تراجعات مؤشر الدولار الامريكي سوف نشاهد غالبا جميع ازواج الدولار الامريكي قد تكون وصلت الى مستويات محورية نكاية بي المؤشر من اجل ان تحدد تغيير المسار او انهاء التصحيحات اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو دولار ونلاحظ ايضا ان زوج اليورو دولار لا يزال على اللونغ تيرم يتداول في ظل القناة العرضية المحصورة ولكن على شورت تيرم نلاحظ ان الاسعار تحاول جاهدة الوصول الى منطقة المقاومة ونقطة المحور الماثل عن مستوى الواحد فاصلة 18500 والذي اذا نجحت الاسعار باختراقها سوف يستطيع زوج اليورو دولار بناء قناة فرعية صاعدة تحاول تغيير المسار الرئيسي الهابط واستهداف مستويات قد تصل لمستويات الواحد فاصلة 19500 على المدى المتوسط اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباون دولار ومثل ما ذكرنا سابقا عندما قمنا بتحليل المؤشر ان المؤشر قد وصل الى مستويات محورية وان زواج الدولار الامريكي بالفعل قد وصلت الى مستويات محورية وها هو زوج الباون دولار يصل بالقرب من منطقة المقاومة المحورية الماثل عن مستوى الواحد فاصلة 38000 والذي اذا نجح باختراقها سوف ينجح بتكوين مسار فرعي صاعد ويستطيع التحرر من الضغوط البيعية والقيود السلبية وان يبدأ باستهداف مستوى الواحد فاصلة 39000 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الباون ديان الملقب بالمجنون وايضا الباون ديان لا يزال يتداول في ظل مسار عرضي وحتى اللحظة لا يزال يعتبر عرضي طوالما هو يتداول بشكل محصور ما بين مستوى 152 و150 ولن يحدد مسار واضح وصريح الا بكسر او اختراق احد اطراف القناة العرضية الماثلة امامكم على الرسم البياني اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي ونلاحظ ان الزوج يحاول السيطرة على الزخم الصاعد ويحاول استئناف الصعود نحو مستويات صف فاصلة 74000 ومثل ما ذكرنا سابقا ان الزوج حتى اللحظة لا يزال يتعرض لبعض من الضغوط البيعية ولن يستطيع التحرر من هذه الضغوط السلبية الا باختراق مستوى صف فاصلة 74000 وثبات اعلىها اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الياباني ونلاحظ ان زوج الدولار ين هو الاخر لا زال غارق في المسار العرضي متمحورا حول المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مما يعطينا اشارات عرضية بشكل اكبر وحتى اللحظة نتوقع الاسعار اذا نجحت بالتداول دون المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد تسعى نحو دعم القناة العرضية الماثل عند مستوى 109.350 اما الارتداد من المتوسط المتحرك والثبات علىه قد يمنح الاسعار قوة للصعود نحو مقاومة القناة العرضية والماثل عند مستوى 110.400 ولن يتخذ مسار واضح الا بكسر او اختراق احد اطراف القناة العرضية اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الليرا التركية ونلاحظ ان الزوج لا يزال غارق في السلبية ونشاهد ان الاسعار لا تزال تتداول ادنى مستوى المقاومة الهامة الماثل عن مستوى 8.45 والذي يلتح معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم مكونا منطقة مقاومة ثانية قوية واستمرارية التداولات ادنى هذه المستويات المفكورة لا تزال تضع الزوج في السيناريو السلبي والذي قد نشاهد فبوط الاسعار من خلاله الى مستويات 8.30 و8.20 خلال التداولات القادمة وشرط حق قادة السيناريو هو ثبات التداولات ادنى مستوى 8.45 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل البيتكوين ولا تزال البيتكوين تتأرجح صعودا وهبوطا اعلى مستوى الحاجز النفسي الماثل عن مستوى 42.000 دولار وطوال مع ان الاسعار تتداول عالا فلا يزال هناك امل للبيتكوين لتحقيق مستويات 52.000 دولار خلال التداولات القادمة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الريبل مقابل الدولار الامريكي نلاحظ العرضية والتذبذب والتمحور حول منطقة الدعم المحورية الماثل عن مستوى 1.12 سنت ونلاحظ ان اليوم سوف تكون الجلسة الخاصة بمرافعة الريبل مقابل هيئة الاوراق المالية الامريكية وسوف نوافيكم باذن الله بمستجدات القضية من خلال حسابي على موقع سناب شات ولكن نعود للتحليل الفني حيث ان الاسعار اذا نجحت بالتماسك اعلى مستوى الدعم الماثل المستوى 1.12 سنت والعودة على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم قد يتحرر الريبل من القيود البيعية ويستنفذ التصحيحات وينطلق نحو مستويات الواحد دولار فاصل اربعون سنت اما التداولات ادنى مستوى الواحد فاصل اثناش سنت قد يدخل الريبل في موجة تصحيحية بطاقة تصل لمستويات التسعون سنت اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل ملك الملاذات الامنة الذهب ونلاحظ ان الذهب قد نجح بتكوين مسار فرعي صاعد على الشورتيرم واستمرارية التداولات اعلى 1812 دولار للانصة الواحدة لا يزال يمنح الذهب فرصة للتألق واستهداف مستوى 1827 دولار خلال التداولات القادمة ومثل ما ذكرنا الثبات اعلى مستويات 1812 دولار للانصة الواحدة يخلق فرصة شرائية للذهب بهدف 1827 دولار للانصة الواحدة على الشورتيرم وقد نصل لاهداف قد تصل لمستوى 1860 دولار للانصة الواحدة على المدى المتوسط وشرط تحقق استمرارية الايجابية لملك الملاذات الامنة هو الاستقرار اعلى مستوى 1800 دولار للانصة الواحدة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل النفط الخام نلاحظ ان النفط الخام هو الاخر لا يزال يتماسك اعلى ولا يزال حتى اللحظة يحاول التماسك اعلى الدعوم المحورية واذا نجح بشكل عام باختراق مستوى 69 دولار للبرميل الواحد سوف يستطيع الخروج والنفاذ من عنق الزجاجة والانطلاق نحو مستويات 70 دولار ونصف و74 دولار على المدى المتوسط ولكن شرط حقق الايجابية البحثة هو اختراق مستوى 69 دولار للبرميل الواحد اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الفضة ونلاحظ ان الفضة متأثرة بملك الملاذات الامنة الذهاب تنجح باختراق مستوى 24 دولار ومثلما ذكرنا ثبات الاسعار اعلى مستوى 24 دولار يمنح الفضة تألق نوعا ما لمحاولات الانطلاق والاندفاع نحو مستويات 25 دولار خلال المدى المتوسط وشرط تحقق هذا السيناريو هو حفاظ الاسعار على التداولات اعلى مستويات 23 دولار ونصف اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الغاز الطبيعي ومثلما ذكرنا قد نشاهد تصحيحات وبالفعل قد حدثت التصحيحات بعد ان وصلت الاسعار ولامست مستوى الاربعة ونصف وحتى اللحظة لا يزال الغاز الطبيعي في طور المسار الايجابي الصاعد محافظا على التداولات اعلى الابتريند لاين واعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم واستمرارية التداولات اعلى مستويات الاربعة لا تزال تضع الغاز الطبيعي في طور المسار الايجابي الصاعد والهبوط الذي حصل هو عبارة عن تصحيحات لا اقل ولا اكثر وعبارة عن حركة صحية للاسعار ونتوقع ان تحاول الاسعار انهاء هذه التصحيحات ومحاولة التجميع مجددا واخذ العزم للصعود من اجل اختراق مستوى 4.50 والذي باختراقه سوف نشاهد اندفاع الاسعار نحو الهدف الرئيسي الجديد المنتظر وهو عند مستويات الخمسة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل قائد السوق الامريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ونلاحظ حتى اللحظة لا يزال يتماسك في ظل المسار الايجابي الصاعد محافظا على الايجابية على المتوسط نتحرك لمدة 55 يوم وهناك بعض من المحاولات لخلق تقاطعات ايجابية على مؤشر التذبذب ستوك ستيك وبدوره مؤشر الداو جونز حتى اللحظة على المدى المتوسط يحاول اختراق مستوى 35500 والذي بدوره اذا نجح بتحقيق هذا الاختراق سوف تخلق فرصة شرائية قوية جدا يستهدف من خلاله مستوى 35600 كهدف اولي على ومن ثم قد نشاهد اهداف قد تصل لمستويات الستة وثلاثون الف على اللونغ تيرم وشرط تحقق هذه الاهداف وهذا السيناريو والفرصة الشرائية هو اختراق مستوى 35500 اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل مؤشر ستاندرد اندبورس 500 الاس بي فايف هندرد وهو هو يقترب بالقرب من الهدف التاريخي الذي طال انتظاره عند مستوى 4550 وتفصيلنا عدة نقاط من تحقيق هذا الهدف ولا يزال الاس بي فايف هندرد تداول في ظل المسار الايجابي الصاعد نشاهد بعض من التشبعات الشرائية على مؤشر تذبذب ستوكستيك قد نشاهد بعض من التصيحات وبعض من التراجعات والتذبذب من اجل اخذ العزم للصعود ولكن استمرارية تداولات الاس بي فايف هندرد اعلى مستوى 4400 لا يزال يضعه في طور المسار الايجابي الصاعد خلال الجلسات القادمة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل مؤشر الداكس الالماني ونلاحظ ان مؤشر الداكس يتماسك اعلى متوسطا متحرك لمدة 55 يوم محافظا على التداولات اعلى الدعم الماثل عن مستوى 15800 واستمرارية التداولات اعلى هذا الدعم لا تزال تمنح الداكس قوة لاستهداف مستوى 16000 و16400 على اللونغ تير وشرط حقق هذا السيناريو هو ثبات التداولات اعلى مستوى 15800 اذا اخواني العزاء ننتقل ختاما الى تحليل مؤشر النازدك الامريكي ونلاحظ ان السوق قد اغلق على اغلاقات ايجابية قوية جدا هي الافضل في هذا الشهر ونلاحظ اخواني العزاء ان النازدك قد اعاد اختبار الدعم المحور الماثل عن مستوى 15250 وقد ناجح بثبات بالارتداد والصعود منها ومحققا الهدف الاولي الذي تحدثنا عنه في التحليلات السابقة وهو 15600 واستمرارية التداولات بهذا الشكل قد تمنح النازدك قوة قادمة لاستهداف مستويات 16000 خلال التداولات القادمة ولكن قد نشاهد خلال الجلسات القادمة بعض من التحركات العرضية والتصحيحات من اجل اخذ العزم للصعود الكافي وتحقيق الهدف الرئيسي المنتظر عند مستويات 16000 إذن أخواني العزائلة هنا نكون قد انتهينا الفقرة التحليل الفني اليومية أشكركم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله